اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمان الصفدي ان لم تقم للفلسطينيين دولة ذات سيادة فلن تتحقق الراحة لاسرائيل واضاف خلال كلمة له في جلسة بعنوان الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين ضمن مؤتمر مستقبل فلسطين الذي تنظمه تركيا انه يجب على العالم ان يرى الحقائق فقد اشعلت اسرائيل الحرب وقضت على مصادر عيش الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 اكتوبر الى حد الان فيناد امرت غزة اسرائيل والان نشهد قامت باشعال نيران الفتي في الضفة الغربية وفي الضفة الغربية يتم القضاء على مصادر عيش الفلسطينيين ويمارسون الضغط عليهم منذ عشرة عوام يقومون بتحقيق هذه الضغوط قبل 7 اكتوبر ايضا فان اسرائيل في تلك المنطقة كانت تمتلك المستوطنات وتحاول وضع اليد على المزيد على الاراضي الفلسطينية لتأسيس الاستوطنات وعندما نقل نظرة على التصريحات العنانية الرئيس وزراء اسرائيل لان يكون هناك حق الفلسطيني لشان تقرير مصيرهم حسب الرئيس وزراء الاسرائيلي وان حريتهم والعيش في اراضي اجدادهم لن يكون لهم هذا حق وتكمن المشكلة هنا القضية الاساسية تكمن هنا فيما يخص بسبب الاحتلال ايضا ناجم جراء ذلك اذا العالم لم يرى هذه الحقيقة فان الصراعات ستذهب وستتحول الى حفرة لا نهاية لها ونحن كالمملكة الاردنية الاشمية نريد السلام وندعم السلام دوما ولكن نريد ان نكرر مرة اخرى من دون انتهاء الاحتلال ومنح حق الدولة وتقرير المصير والحرية للفلسطين لا يمكن ان يتسلامي لهذه المنطقة نحن ندرك هذا الامر هناك لنا اولويات اولوياتنا الاولى هي ايقاف اعتداءات اسرائيل لان كل ما طالت هذه الاعتداءات فانها ستتسبب في قتل امال السلام بالنسبة لأهل غزيج وإيصال الاغذية والمياه صالحة للشرب والمستلزمات الطبية واسرائيل تعارقوا لهذا الامر وهذه جريمة حرب اشتركوا في القناة